مؤشرات عديدة تدل على أن الهدف الرئيسي من طرح الخطة التي أعدتها الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة بصفقة القرن هو تمكين حكومة اليمين المتطرف التي سيشكلها بنيامين نتنياهو من ضم التجمعات الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية ومنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسوغة لإصدار اعتراف بهذا الضم على غرار الخطوة التي أقدم عليها بشأنها ضبط الجولان وقائع توحي بوجود تنسيق مسبق بين نتنياهو وإدارة ترامب يهدف إلى توظيف الرفض الفلسطيني المتوقع للخطة الأمريكية لتبرير إقدام ترامب على الاعتراف بضم التجمعات الاستيطانية للكيان الصهيوني وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد أن إدارة ترامب تعكف حاليا على بلورة رؤية شاملة بشأن التعامل مع الضفة الغربية وهو ما فسر من قبل بعض وسائل الإعلام الصهيونية بأنه تمهيد لاعتراف واشنطن بقرار الضم المرتقب على الصعيد الداخلي الصهيوني فإن الاستعداد الأمريكي للاعتراف بضم التجمعات الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية يصهم في تأجيج شهية أحزاب وحركات اليمين التي ستشارك في حكومة نتنياهو قادة في حزب البيت اليهودي اشترطوا التزام أي حكومة ستتشكل بضم الضفة الغربية بالكامل لدولة الاحتلال وفي حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو مطالب مشابهة ولا تكتفي قوى اليمين في تل أبيب بالمطالبة بضم الأرض الفلسطينية في الضفة بل إنها تراف الإسناد الأمريكي غير المسبوق مناسبة للتهويد الديمغرافي لكن فرص تطبيق هذه الخطة تكاد تكون معدومة على اعتبار أنه ليس بوسع الدول العربية التعاون معها لا سيما عندما يتعلق الأمر بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في هذه الدول حيث سيكون من الصعوبة تبرير أي دولة عربية التعاون مع خطة ترامب في ظل الإجماع الفلسطيني على رفضها وكذلك الشارع العربي رغم أزماته وجراحاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر